ناقش تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة مجموعة من القضايا المطروحة تأتي تلك المناقشات في إطار الحوار الوطني حيث ناقش الاجتماع لجان الحوار فضلا عن تهنئة البابا توادروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد كما ناقش التحالف رؤية الأحزاب للاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للشرطة في الخامس والعشرين من يناير فضلا عن التطرق لبعض المحاور السياسية الأخرى الحوار الوطني مهمة قوي في كل المخرجات اللي هتخرج منه وخاصة ان احنا عدد كبير قوي بيتكلم في كل شيء يخص المواطن المصري كل شيء يخص الدولة المصرية عشان نقدر نطلع بتوصيات التوصيات دي تتعرض على سياسة الرئيس يبتدي الموضوع ينبقى في حيز التنفيذ احنا النهاردة بنعيش أيام العالم كله بيعيشها واللي يقولك العالم ما بيعيشهاش العالم كله بيعيشها من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحرب الاوكرانية وده حقيقة ما هيش يعني مش كلام بيتقالوا خلاص والحقيقة دي مش بتأثر على مصر بس مؤثر على كل العالم كله الكلام ده بيبقى بيخلينا نبتدي ندرس الأمور الاقتصادية ايه اللي نقدر نقدمه من المقترحات ايه المعاوقات اللي بتقابل الصناعة والزراعة وجهات نظرنا ايه ان احنا نعرضها ونحطها فيه نقاط اقتماع كان ليه اكتر من محور الاول تهنئة الشعب المصري والاخوة الاقباط بالعيد المجيد اه بعد كده الاستعداد لاحتفال بعيد الشرطة في يناير ثم مناقشة المحور السياسي على اساس انه بنستعد للحوار الوطني هينطلق قريبا وبنعد للممثلين للأحزاب السياسية اللي هتمثل الأحزاب في الحوار الوطني التحالف ناقش الاجراءات والاستعدادات للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير وفيه بعض التصورات لا يعني مش عاسها المجال لان احنا اصلاحها لحضراتكم استكمال مناقشة الحوار الوطني والمحور السياسي في الحوار الوطني توجيه التنال لشركاء الوطن الاخوة المسيحيين والبابا توادرس لان مصر دي دولة يعني بتتسعي للجميع دولة المواطنة وليس فيها فرق بين اي مواطن واخر والجميع يعلم كده تماما لان مصر بتطبق يعني اعلى معيين لحقوق الانسان على مستوى العالم اشتركوا في القناة